الاحتجاجات أو الثورة العراقية التي مضى عليها أكثر من شهرين اليوم تفرض واقعاً ومطالباً تلزم القوى السياسية أن تقوم بخطوات سريعة وعاجلة ومحسوبة اليوم هناك قضيتياً كل الجهات السياسية منشغلة لحد الاستغراق بها قانون الانتخابات وترشيح رئيس وزراء جديد بعد أن فرضت الثورة وثوارها إرادتها على كل القوى السياسية وأقالت الحكومة المقبلة المؤشرات الآن غير واضحة المعالم بذلك بسبب التقاطع بين القوى السياسية في قانون الانتخابات كلاً يدلوا بدلوة وكلاً لديه نظرية ومعتقداً ومذهباً سياسياً يريد أن يرضي كل هذا هذا في قضية قانون الانتخابات الذي سيناقشه في هذه الحلقة وأيضاً قضية رئيس الوزراء المرشح الجديد القوى السياسية يريد أن مرشحاً منها حتى وأن أسمته بالمستقل والمتظاهرون والثوار يريدون اسماً أو رئيساً وزراء جديد لا علاقة له بالأحزاب لا من جديد ولا من قديم هذه معادلة من يستطيع أن يقف على أطرافها أو أن يجعل لها مقاربات للحد الذي يمكن أن لا نتخطى الحدود الدستورية ونقع في فراغات دستورية